أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن قمم الرياض عالمية وهي أم القمم لأنها غير مسبوقة على صعيد مستوى الحضور والتمثيل وطفرع على صعيد نتائجها في دعم التعاون العربي والإسلامي والارتقاء بآفاق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والعسكرية وتعزيز مستوى التنسيق في مكافحة الإرهاب وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة تدعم كل جهد خير يعلي من قيم التعاون العربي والإسلامي ويقوي شبكة التعاون الخليجي والعربي مع الدول الكبرى جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي حيث أكد سموه أن الحكومة حريصة على المضي قدما في مسارها التنموي وسط أجواء آمنة ومستقرة تضمن له بلغة أهدافه من أجل الوطن والمواطن وأكد سموه أن التحديات تستدعي من الجميع القيام بمسؤولياتهم تجاه المجتمع وتجاه أمنه واستقراره فلا مهدنة في الأمن ولا شيء يعلو على الأهمية ترجمة نانسي قنقر